السلام عليكم درسنا اليوم الأعداد الهشرية رقم 2 مقارنة وترتيب ان عمر دي سيمون comparaison et autre المستوى الرابع الابتدائي المدرسة الجديدة فاس في مباراة للقبز الطول تم تسجيل تنتائج أربع تلميذات في الجدول التالي الاسم النتائج بالمتر سلمة ثلاثة متر فاصلة أربعة ثم شيماء اثناني متر فاصلة ثم صار ثلاثة متر فاصلة أربعون ثم هاجر أربعة متر فاصلة عشرون امثلوا نتائج المتباليات على المستقيم لاحظوا جيداً هناك القفزات التي قامت بها الفتيات الأربعة لاحظوا جيداً أربعة فاصلة عشرون ثلاثة فاصلة أربعون اثناني فاصلة ثمانون وفي الأخير ثلاثة فاصلة أربعون اثناني ماتر ثلاثة ماتر أربعة ماتر خمسة لاحظوا إذن المستقيم المدرج اثنان ثلاثة أربعة خمسة وبين كل عدد وعدد عشر تدريجات كل تدريجة نسميها غشور لاحظوا في الأسفل الأعداد ثلاثة ثلاثة فاصلة أربعة أو ثلاثة وأربعة عشر أو أربعة وثلاثون غشور أو أربعة وثلاثون على عشر هذه قراءات مختلفة يمكنني أن أقرأها نعم ثم اثناني فاصلة تمانون أو اثناني وحدات وتمانية أعشار أو مئتاني وتمانون جزء المئة أو مئتاني وتمانون على مئة العدد الآخر ثلاثة فاصلة أربعون أو ثلاثة وحدات وأربعون جزء المئة والعدد الأخير أربع وحدات واثناني أعشار أو أربع وحدات وعشرون جزء المئة نعم يمكنني ملاحظة هذه الأعداد جيدا وبالضبط ركزوا على الجزء الصحيح لأن كل عدد عشري فيه جزء صحيح يكون على يصار الفاصلة وجزء عشري يكون على يمين الفاصلة دائما نبدأ بالملاحظة في الجزء الصحيح أها كين 2 كين 4 هي 4.20 فيها 4 هو الجزء الصحيح 3.40 الجزء الصحيح هو 3 ثم 2.80 الجزء الصحيح هو 2 وأخيرا 3.4 الجزء الصحيح هو 3 إذن سوف نرى غير جزء الصحيح في بوحده 3 2 3 4 شو كلي كبير بعيد 4 3 2 3 أيهما أكبر؟ لا ترى الجزء العشري بعد الفاصلة شوفوا غير جزء الصحيح نعم بالطبع ستقولون 2.8 إذن 2.8 سوف نرى أين يمكن أن أحصرها بين طبعات هل هي قبل 2؟ لا هي بعد 2 هي محصورة بين 2 و 3 هي محصورة بين 2 و 3 هذا 2.1 2.2 أو 2 و 2 و 2 على 10 2 و 3 2 و 4 2 و 5 2 و 6 2 و 7 2 و 8 2 و 8 لاحظوا 2.18 والصفر جزء المئة يمكنني أن أقرأها 2.80 أو 2.8 لأن جزء المئة غير موجود فأنا يمكنني أن أكتب الصفر أو لا أكتبه ما هي ما هو العدد الموجود هنا إنه 3 وحدات وأربعون جزء المئة أو 3 وحدات وأربعة أعشر قلنا الصفر بعد الفاصلة عندما يكون في آخر العدد فهو غير محسوب العدد العشري 3.4 قلنا ممكن أن أسميه 3.40 وهو كذلك في نفسي مرتبة العدد 3.40 فهما متساويان هنا العدد أربعة إذا نزال أن أربعة فاصلة عشرون هي محصورة بين أربعة وخمسة أربعة فاصلة واحد أربعة فاصلة اثنان أو أربعة وحدات وأثنان عشر أو أربعة وحدات وأثنان عشر وعشرون جزء المئة الآن يمكننا ترتيب المتباريات فالمتسابقة الفائزة بالصباق هي هاجر حيث قفزت أربعة ماتر فاصلة عشرون تليها كل من صار وسلمة حيث كلتاهما قفزت تلاتة ماتر فاصلة أربعون أما شيماء فتأتي في المرتبة الرابعة لأن قبلها تبعت حركة القول الرابعة لأن قبلها تلاتة متسابقات وحيث قفزت اثنان ماتر فاصلة ثمانون نمر الآن إلى التطبيقات أقارن نتائج كل متباريتين باستعمال أحد الرموز التالية أكبر أو تساوي أو أصغر هناك سلمة وشيماء وهناك شيماء وصارة وهناك سارة وهاجر وهناك سلمة وصارة سلمة وشيماء لاحظوا جيدا سيماء تلاتة ماتر فاصلة أربعة وسلمة قفزت اثنان ماتر فاصلة ثمانون ما هو أكبر ما هي أكبر مسافة قفزتها سلمة أو شييماء مهو للمقارنة أبدأ بمقارنة أولا العدد الجزء الصحيح الجزء الصحيح عند شيماء في تلاتة فاصلة أربعة هو تلاتة والجزء الصحيح عند سلمة هو اثنان أيهما أكبر تلاتة أم اثنان طبيعة الحال بالطبع تلاتة فاصلة أربعة أكبر من اثنان فاصلة تمانون لاحظ أيهما قفزت مسافة أطول هل شييماء أم صارة لاحظ جيدا لاحظ جيدا قلنا نبدأ برقم بالجزء الصحيح ثم الجزء العشري ويمكن أن نعرف الجواب من الجزء الصحيح فقط وهذا ما ينطبق على تمريننا هذا صار اثنان وشيماء ثلاثة أيهما أكبر إذن بالطبع شيماء ثلاثة فاصل أربعون أكبر من اثنان فاصلة تمانون لاحظ ما يلي صار وهاجر أيهما أكبر أو بالطريقة أخرى أقول أي العددين أكبر ثلاثة فاصلة أربعة أم إذنان فاصلة تمانون نعم لكم لكم الجواب حسن جدا ستقولون إذن نعم ثلاثون فاصلة أربعة عفوا ثلاثة فاصلة أربعة أكبر من إذنان فاصلة تمانون والموالي سلمة وصار أيهما أكبر الله سلمة أصغر قفزت مسافة أقل من سارة وصارة قفزت مسافة أكبر من سلمة إذن ثلاثة فاصلة أربعون أكبر من إثنان فاصلة أتمر أقوم بحصر نتيجة هاجر بين عددين أولا صحيحين متتابعين ثم عددين عشريين متتابعين ثم عددين كسريين عشريين نعم إذن نعلم دائما لمقارنة عددين نلاحظ دائما الجزء الصحيح ثم الجزء العشري هنا أعداد صحيحة هي التي تكون خالية من الفاصلة الأعداد العاشرية هي التي تكون فيها فاصلة والأعداد الكسرية هي التي يكون فيها بسط ومقام نعم نلاحظ أن أربعة فاصلة عشرون هي محصورة بين أربعة و خمسة هدان العددان الصحيحان أربعة و خمسة أكتب أربعة فاصلة عشرون محصورة بين أربعة و خمسة ولحصر العدد أربعة فاصلة عشرون بين عشريين عددين عشريين متسابعين نتابه جيدا إذن أربعة فاصلة عشرون ما قبلها مباشرة هو أربعة فاصلة واحد أو أربعة و عشر وهي جاءت في الوسط ثم بعدها أربعة فاصلة تلاتون نعم إذن أكتب أربعة فاصلة عشرون محصورة بين أربعة فاصلة عشرة وأربعة فاصلة تلاتون نأتي نأتي الآن إلى حصر العدد بين عددين كسريين عشريين نعلم أن كل عدد صحيح مقامه هو واحد يمكن أن أكسب أربعة على واحد ولكن أربعة على واحد تساوي أربعة وأنا عندي سندير عدد عشري إذن المقام سيكون هو عشرة وإذا درنا المقام عشرة حتى العدد أربعة فسند نضرب هو فعشرة ستقول أربعون على عشرة نعم أربعون على عشرة و خمسون على عشرة نفهم ممتاز نأتي إلى التمرين التالي أرتب تزايديا الأعداد الآتية 12.25 12.65 12.62 12.6 و 12.58 لاحظوا دائما أبدأ القراءة من اليسار إلى اليمين كالفرنسية تماما نعم لاحظوا أن الأعداد كلها أعداد عشرية ونعلم أن الجزء الصحيح يكون على يسار الفاصلة وهو بالأزرق والجزء العشري يكون على يمين الفاصلة وهو بالأحمر إذن أرتب تزايديا أي من الأصغر إلى الأكبر نعم ما هو أصغر أصغر عدد في هذه الأعداد نعم ما هو أصغر عدد في هذه الأعداد لاحظوا الجزء الصحيح الذي بالأزرق كلها 12 12 12 12 12 إذن الجزء الصحيح متساوي لكل الأعداد في كل الأعداد الآن نمر إلى مقارنة رقم الأعشار رقم الأعشار وهو الرقم الأول على يمين الفاصلة نعم رقم الأعشار في العدد الأول هو 2 ورقم الأعشار في العدد الثاني هو 6 ورقم الأعشار في العدد الثالث هو 6 كذلك ورقم الأعشار في العدد الرابع هو 6 ورقم الأعشار في العدد الخامس هو 5 إذن قلنا ما هو أصغر رقم أعشار في هذه الأعداد لما أن الجزء الصحيح فيها كلها متساوية إذن العدد العشري الأصغر هو 12.25 ثم يليه العدد 12.58 بقيت لنا ثلاثة أعداد لم نقم بترتيبها وهي كلها في جزئها الصحيح قلنا 12 وجزئها رقم الأعشر هو 6.6.6 الأول هو 12.65 والثاني 12.62 والثالث هو 12.6 العددان العشريان الأولان كلاهما له جزء المئة ولكن العدد الثالث العشري له رقم أعشار فقط لهذا يمكن لنا أن بسهولة أن نتغلب على هذه الصعوبة انظروا بما أن رقم جزء المئات في العدد الأخير غير موجود يمكن تعويضه بصفر إضافة الصفر لتصبح 12.60 الآن العملية أصبحت أكثر سهولة 12.65 و12.62 و12.62 و12.60 فقط 60 62 65 إذن أيهما أصغر بالطابة 12.6 التي أصبحت 12.60 ثم 12.62 وأخيرا 12.65 شكرا لكم على حسن الانتراح وإلى اللقاء في درس آخر بحل الله مع تحيات الأستاذ عبد الحق ما يقول شكرا لكم